بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله بهذا الفيديو راح نشرح مادة الطراق المرحلة الثانية قسم اللغة الانجليسية ورح نتشع عن احنا بالفيديوهات السابقة شرحنا الـ EFL و الـ ESL هذا النظامين وحجينا على مالتهم وحجينا شنو وشنو ESL و من استخدامهم وكذلك حجينا عن الـ settings اللي هي البيئات التعليمية اللي تستخدمها الـ EFL او الـ ESL طيب بالـ Overlaping هو النظام متداخل يعني بيه من خصائص الـ EFL وخصائص الـ ESL فهو متداخل بين النظامين فمثل ما هو ذاكر انه انه مو كل بيئة تعليمية هي مناسبة للـ EFL او الـ ESL لهذا النمجالين فهو مطينا مثال مثلا الـ international schools one such settings الـ international schools اللي هي المدارس العالمية او الـ international او مثلا اذا ناخذ مثال مثلا جامعة امريكية بسليمانية اذا تشوف داخل الجامعة يستخدمون يعني كل محاضراتهم والتواصل بين طلاب اكثر يكون باللغة الانجليزية وكذلك الطلاب الموجودين داخل الجامعة هم من ثقافات خلفيات برامل مختلفة بس خارج الجامعة يعني خارج دار الجامعة المكان اللي فيه هي بالـ EFL يعني هم السكان اللي مو لغتهم أصلية مو اللغة الانجليزية مالتهم هي اللغة الأصلية فراح يكون هذا نظام تداخل طيب هذه يعني هذه النظام التعليمي هو يعني don't belong doesn't belong to EFL or ESL عندنا لازم هذا نظام تداخل اللي هو مثل ما ذكرت يقدم مثلا المغتربين or national who have returns to home from living and speakers أو الأشخاص اللي يعودون بأماكن كانوا يسكنون بها هذه الأماكن هي اللغة الرسمية أو اللغة الأم اللي هي لغة إنجليزية مثل ما ذكرت أنه هي تجذب أو أن الدارسين بها تكون يكون من خلفيات ثقافات مختلفة ومن لغات مختلفة بس هم يتعلموا الإنجليز داخل هذه المكان اللي هو الانترناشنال طيب يقول لك what makes such school interesting from EFL perspective that within the schools أنه اللي يخلي هاذه الـ setting الجديد اللي هو الـ overlapping يختلف يعني منظورة يختلف من منظور الـ EFL هو أنه يقول لك within the wall of the school it's more of an ESL أنه داخل أروقة هذه البناء أو داخل هذه البنائة راح يكون عندي ESL setting which English use as a medium communication أنه كحد متوسط أن اللغة الإنجليزية هي اللغة المستخدمة للتواصل حسنًا 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 بس خارج الجامعة راح يكون يعني خارج الجامعة راح يأخذ خصائص الـ EFL اللي هما يعني هي الجامعة موجودة مكان بلغة الأصل يعني السكان هذو السكان ما يتكلمون اللغة يعني لغتهم الأصلية هي مول إنجليزي إذا مثال على هذا النظام مثل ما هو ذاكر One example is العين Men's College in United Arab Emirates اللي هي جامعة العين الموجودة بلإمارات اللي هي شو سوي where they offer degrees of business اللي هي تعرض أو تقدم شهادات بالبزنس بريادة الأعمال communication بالتكنولوجي اكي education engineering technology health science and inform courses in English وكذلك أنه يعني هي تقدم شهادات مختلفة وموادها تكون باللغة الإنجليزية بس هي موجودة مكان لغة الأصلية هي الإمارات لغة الأصلية مول عربية هذا بكل بساطة والoverlapping ناخذ هذا السؤال المهم اللي مرى جيب نهاية السنة ذكره اللي هو what are the difference how are sorry how are different teaching settings woven into this book يعني صيغة أخرى what is the benefits of understanding teaching settings مشن الفائدة من فهم teaching settings النظام التعليمي أو المكان اللي يتم فيه اكتساب أو تعلم لغة طيب يقول understanding different settings is important ليش to remind you that teaching english is a context dependent هذا أهم كل شي جواب يعني مهم حتى يذكرك بأن تعلم أو اكتساب اللغة هو context يعتمد على السياق يعني يعتمد على الظروف المحيطة بهذه العملية التعليمية من خلال المكان الذي يتم فيه التعلم من خلال الطلبة المراد تعليمهم فهو يعتمد على كل هذه الظروف أوكي ففهمنا يعني understand the settings هو يعتمد على نوعية الطلاب والظروف المحيطة هي اللي رح تخلينا نختار أي نظام تعليمي أوكي هو ملائم للتعليم هؤلاء الطلاب وماذا نعلم وكذلك اللي رح نعلم كذلك يعتمد بصورة كبيرة على هذه الغرفة المهاجرين يعني مثلا الاشتياج ESL امigrant children in the elementary school in the United State sorry quite difference in many ways from those teaching ESL elementary and school children شابان مثلا أنه أهداف تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية المهاجرين الأطفال المهاجرين في المدارس الابتدائية في الولايات المتحدة مختلف تماما مثلا تعلم يعني أو كيف المدارس الابتدائية في اليابان يقول لك في الولايات المتحدة المهاجرين تقوم بمشاركة أطفال المهاجرين في المدارس الابتدائية هنا يالهدف أن تخلي المتعلمين مندمجين أن تدمج القلاب وتخليهم مدمج في النظام التعليمي والاجتماعي هذا الهدف بالنسبة باليابان مدارس اليابان أن تطيهم تثمين أو تقدير على هذا التعلم سبب اللي تعلموه تطيهم كشيء تثمين أو تقدير وكذلك يعني تعلمهم هنا الهدف أن تعليمهم مفهوم التواصل وكذلك يعني تعلمهم الأساسيات للغرامر والفوكابولاري فهناك تختلف أن تخلي الطالب تدمجة يعني تحضر أن يكون حتى تدمجة بالمجتمع الأكاديميا واجتماعيا بالنظام التعليمي أكاديميا واجتماعيا بينما هنا يلا كتثمين وكذلك تركيز على عناصر بسيطة من تعلم اللغة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر or will help you thank you so much and goodbye